أهلا بكم مشاهدنا بينما يسود الترقب لما ستقول إليه جولة المحادثات أشارت صحف أجنبية إلى تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة لسيما في ظل ترد الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض الخطيرة تحديدا في صفوف الأطفال في صحيفة واشنطن بوست انتقد ماكس تابوت دعم إدارة بايدن المتواصل لنتنياهو مشيرا إلى ما يسمى الخطر الأخلاقي وهو ما يحدث عندما يكون لدى طرف الحافز للانخراط في سلوك محفوف بالمخاطر معولا على طرف آخر لحمايته من عواقب أفعاله لفتا إلى أن نتنياهو يتصرف بتهور وهو يعلم أن الجيش الأمريكي سيتدخل لإنقاذ إسرائيل من عواقب سلوكه ضد إيران واعتبر أن هذا هو الخطر الأخلاقي الذي خلقه قرار بايدن غير المسبوق باستخدام القوات العسكرية الأمريكية لأول مرة للدفاع عن إسرائيل ورجح أن نتنياهو يتمتع بهذا الدعم المجاني قد لا يدوم طويلا في حال فوس كاميلا هرس فعلى الرغم من إعلان التزامها بأجندة السياسة الخارجية لبيدن فإن تلميحاتها تشير إلى أنها أقل تأييدا لإسرائيل بدوره رأى مارك شامبيان في موقع البلومبرغ الأمريكي أن مصلحة جميع الدول والأطراف التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على غزة فبالنسبة للولايات المتحدة فإن الحرب على غزة أدت إلى تآكل صورتها ونفوذها وتسببت بنقسام في الداخل واستمرار الصراع قد يجرها إلى حرب إقليمية حتى أن إسرائيل لديها مصلحة في التوصل إلى اتفاق لإطلاق صراح المحتجزين في غزة الذين ما زالوا على قيد الحياة واعتبر أنه إذا استمر نتنياهو في عرقلة اتفاق وقف إطلاق النار فإن على إدارة بايدن تغيير نهجها أيضا والإعلان أنه العقبة الرئيسية حان الوقت لإدراك أن نتنياهو وأعضاء اتلافه المتطرفين يتصرفون ضد مصالح الحليف الأكثر أهمية لإسرائيل الولايات المتحدة صحيفة لوموند الفرنسية توقفت عند محادثات الفرصة الأخيرة لوقف الحرب على غزة ومن عند لعي حرب إقليمية وأشارت إلى أن واشنطن كففت جهودها وقدمت اقتراحا جديدا يهدف إلى سد الثغرات المتبقية بين إسرائيل وحماس ونقلت عن مصدر أمريكي مطلع على المحادثات أن تم تحقيق تقدم خلال المحادثات في الدوحة والاقتراح الجديد يتركز على خطة بايدن لكن مع بعض الإضاحات وبينما تشير الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تضع كل ثقة لها مع حلفائها الغربيين من أجل إنجاح المحادثات ومنع الإنجرار إلى حرب إقليمية تنقل عن دبلوماسي فرنسي أن هذه لحظة حاسمة وأن المخاطر هائلة فأما أن لا يكون هناك اتفاق وعندها يجب بذد كل الجهود الدبلوماسية للحث على ضبط النفس أو يتم إبرام اتفاق ويمكن عندها المضي قدما في المرحلة التالية في صحيفة نيويورك تايمز استعرضت رجا عبد الرحيم الواقع المأساوي لأطفال غزة بسبب الحرب الإسرائيلية القصص التي يرويها عمال الإغاثة تلقص كيف ألحقت الحرب الإسرائيلية المستمرة قسائر فادحة بين الأطفال الذين وجدوا أنفسهم وسط الصراع وتشير الكاتبة إلى أن من بين عشرات الألاف من الفلسطينيين الذين قتلوا نتيجة الغارات الإسرائيلية هناك نحوى 15 ألف طفل دون سن الثامنة عشرة كما أن ما لا يقل عن 19 ألف طفل آخرين أصبحوا أيتام وتنقل عن متحدث باسم منظمة اليونسف أن أغلب الأطفال يعيشون في منازل مقتضة أو في خيام تفتقر إلى المياه والصرف الصحي ويواجه الآلاف منهم سوء التغذية الحاد الذي يهدد حياتهم إلى صحيفة The Telegraph لبريطانيا تطرقت بدورها إلى تفشي الأمراض الجلدية بين الأطفال في قطع غزة مشيرة إلى شح المياه النظيفة وتدمير شبكات الصرف الصحي بفعل الحرب مما أدى إلى تعرض الأطفال لأمراض جلدية بسبب أو تسببت لهم بتشوهات ونقلت عن عمال إغاثتين في القطاع أن النقص الحاد في الأدوية ومنتجات النظافة والمياه النظيفة يؤدي إلى تزايد الإصابات بقرحة الجلد والجرب ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في منظمة الإغاثة أن أكثر من 150 ألف شخص في غزة أصيبوا بأمراض جلدية منذ بدء الحرب ومعظمهم من الأطفال ونتزايد حالات الأمراض الجلدية مثير للقلق نظرا للظروف المعاشية المزرية التي يعيشها غالبية سكان غزة كما أن المساعدات الإنسانية التي قدمت حتى الآن بما في ذلك الإمدادات الطبية ومستلزفات النظافة لم تكن كافية لمواجهة حجم هذه الأدوية